وفي السياق ذاته نفت مصادر في الجيش العراقي داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق تعرض القاعدة التي تتواجد بها القوات الأمريكية إلى قصف من قبل الحج الشعبي مؤكدة أنها أخبار عرية عن الصحة وكانت وسائل أعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تدولت أباء تفيد بقصف كتائب الإمام علي القاعدة المذكورة كردة فعل على الضربات الجوية التي استهدفت مقاتلين للحج الشعبي في منطقة البوكامال شرقي سوريا